هذا القرار الذي تأخذ فهو أولاً كالهدف بدء أساساً وهو أننا موقفون نزيف بحكم أن العجز المالي فهو في ارتفاع مستمر كان عدنا فائد في 2008، في 2011 وصلنا إلى عجز 6%، في 2012 عجز 7% وفي مارس المعطاية الأولى تتبين بنا نصله لعجز 8% هذا لا يمكننا نقبله لأن هذا سيكون عندنا سلبي على الدين العمومي الذي سيارتفع هذا الدين العمومي سيكون عنده ارتفاع في سعر الفائدة سيكون عنده انخفاض الاستثمار والانخفاض الاستهلاك وبالتالي سيكون عندنا سلبي على مستوى النمو وبالتالي على التشغيل وهذا سيجعلنا أننا سندخلوا في إطار واحد دائرة مفرغة التي خطيرة بنسبة بلدنا اليوم يمكن القول بأن الحمد لله لدينا مستوى النمو سيكون في مستوى عالي أعلى بكثير من السنة الماضية ولكن في نفس الوقت من ضروري أن نحدى من هذا العجز المالي ولذلك أخذنا هذا القرار وهو في آخر المطاف الوقت سيكون ضائر جدا لأن في نفس الوقت أرفعنا من الواتيرات الاستثمارات العمومية وبالتالي الاستثمار العمومي ككل أخذنا من الاعتبار الاستثمار دولة والجماعات المهلية والاستثمار دولة المؤسسات العمومية فهو سيكون أكبر من الاستثمارات التي تحققت السنة الماضية وبالتالي سنواصل تعزيز نمو في بلدنا اشتركوا في القناة